الايفون 14 وكثير من التسريبات اللي طلعت بخصوص هذا التلفون الجديد القادم بعد شهرين ان شاء الله مثل ما نعرف احنا في شهر سبتمبر يتم الاعلان عن الايفون الجديد و اكثر التسريبات اللي وصلت في الشكل وهذا وذكروها كثير من الشباب اللي هم في قنواتهم على اليوتيوب وحتى على التك توك وغيرها من منصات تواصل اجتماعي ولكن شو اللي يهمني انا في هذا الموضوع وشو التسريبات اللي تهمني انا كمصور راح اتكلم اليوم انا عن اهم التسريبات اللي سمعتها بخصوص التصوير الكاميرات اللي راح تكون موجودة الكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية وخلونا نتعرف على اول ميزة راح تكون موجودة وهي الكاميرا الامامية حساب التسريبات تقول ان الكاميرا الامامية راح تكون فتحة العدسة 1.9 وهذا يعني بتاخذ كمية ضوء والتصوير الليلي بيكون أفضل وفيه تحسين كبير لأن الكاميرات الأمامية الحالية هي 2.2 كذلك الفتحة هاي 1.9 تساعدك أيضا في إحداث عزل رهيب وخصوصا إذا في حالة أننا حبيت تتصور سلفي أو غيره بالإضافة راح تساعدنا في تصوير الفيديو وإحنا مثل ما نعرف جميعنا يستخدم العدسة الأمامية في تصوير الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وهذا راح يضيف قوة في الجهاز القادم بإذن الله أما الشيء الثاني أو الكاميرا الثاني اللي نهتم فيها هي الكاميرا الخلفية في جهاز الآيفون 14 الكاميرا الخلفية راح تكون ولأول مرة الآيفون راح تعطيك نتائج بجودة 48 ميجابيكسل هذا حدث بالتسريبات اللي وصلت عن الكاميرا اللي راح تكون في الآيفون 14 طبعا هذه تعطيك دقة وتفاصيل أكثر وحجم أكبر للصورة ولكن التحدي في الساعة التخزينية للجهاز احنا مثل ما نعرف الآيفون دائما حجم الصور لما تكون كبيرة أو الملفات كبيرة تاخذ حيز كبير من حجم الساعة الموجودة في الجهاز نفسه من التسريبات اللي يذكرون ان الفيديو راح يكون تصويره 8K 8K طبعا مش جديدة على الجوالات ولا حتى 48 ميجابيكسل جديدة لأنه فيه جوالات في الاندرويد تفوق هذا الميجابيكسل اللي موجود جسم الآيفون هي تعتبر اول مرة توصل لمثل هذا الحجم كذلك الفيديو 8K احنا دائما سعيدين بهذا التطور اللي يحصل في الكاميرا في الجوالات لأنه تقلل من استخدام او حمل الكاميرات معانا بشكل دوري انا ما اقول تغنينا بشكل دايم ولكن في بعض الاحيان فيه صور تحتاج لك التقاطة سريعة ما تكون عندك الكاميرا فالجوال يعطيك نتائج جميلة بلا شك قد تطلع الحين بعض التعليقات ان اصحاب الاندرويد بيقولون هذه الاشياء مش جديدة وانا معاكم لان فعلا الاندرويد في السامسونج والهواوي وغيرها من الشركات كانت متطورة في مجال الميجابيكسل وكذلك جودة الصورة ولا نختلف على هذا الموضوع ولكن احنا نتكلم على جهاز الايفون والتحسين اللي حصل فيه وان شاء الله يكون مستمر في هذا المجال هذه اهم الاخبار والتسريبات اللي حصلت عليها وان شاء الله اذا فيه اي شيء يستجد وجديد بخصوص الكاميرا انا راح اتكلم فيها اما بالامور التقنية الخاصة في الجهاز ففي غيرهم الافضل والانسب في شرح مثل هذه الامور اشتركوا في القناة